تواصل مبادرة مئة يوم صحة عملها بمحافظة الإسماعيلية حيث تم تقديم الخدمات لنحو 25 ألف مواطن خلال أسبوع تهدف هذه المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان وتتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين تقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم السمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي فضلا عن خدمات دعم صحة المرأة حملة جات نتاجا واستمرارا لجهود الدولة المصرية بالمبادرات الرئاسية فكرة 100 يوم صحة ندمجنا كل خدمات ودارة الصحة طبعا في الميت يوم دول ما بين خدمات مبادرات رئاسية طبعا قاعدنا نوصل لكل مكان الحملة موجودة في كل الملاكز والمدن والقرى تجوب المدن والقرى والملاكز والنجوع خدمات المبادرة رئاسية كلها وخدمات تنظيم الأسرة الكافي لتنظيم أسرة منتشرة وقدرنا نحصن على كبير من السيدات في محافظة الإسماعية كذلك برضو خدمات الوقائي وخدمات المروع على محلات الأغذية وخدمات المروع على أماكن صحة البيئة وحماكن السباحة في هذا الموسم كل الخدمات الصحية كمان بيتم احياتي لمستشفى زي ما انتم شايفين في الخلفية ورانا دي عربية قافل متنقلة في اكتر من 93 صنف دوة بنقدر نصرف المريض الدوة المحتاجة ولو فيها حالة بنقدر نحيل المستشفى